أهلاً بحضرتكم انتخابات البرلمان الأوروبي تجرى كل خمس سنوات بالاقتراع العام للبالغين في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وتعتبر ثاني أكبر انتخابات في العالم يشارك في هذه الانتخابات نحو 370 مليون ناخب من مختلف دول الاتحاد الأوروبي ويكون الحد الأدنى لسن التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي مختلف وإن كان في معظمها هو 18 عام لأول مرة في ألمانيا سيتم السماح للقصر أيضاً بالتصويت بعدما تم خفض سن التصويت في البلاد للانتخابات الأوروبية من 18 إلى 16 عام سوف يتم انتخاب 720 عضواً بالبرلمان الأوروبي بين الآلاف من المرشحين هذا العدد هو الأقل من الانتخابات السابقة وذلك بسبب تراجع عدد الأعضاء بعد مغادرة المملكة المتحدة للتكتل الأوروبي خلال عام 2020 يوجد مقران للبرلمان الأوروبي أحدهما في بروكسل في بلجيكا والآخر في استارسبورغ في فرنسا حيث تعقد معظم الجلسات العامة والتي تشهد تصويت النواب على التشريعات في حين تعقد الجلسات البرلمانية اليومية الأخرى في بروكسل هذه الانتخابات تحدد أعضاء البرلمان الأوروبي فقط دون الهيئات التشريعية الأوروبية الأخرى وتتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق الأحزاب اليمينية المتطرفة أن تحقق مكاسب في الانتخابات الأوروبية والتي تقرى في 27 دولة لكن من المتوقع أيضاً أن تحتفظ الأحزاب التقليدية في ألمانيا وفي أوروبا بالصدارة وفي حين تظهر استطلاعات الرأي أن أحزاب اليمين المتطرف ستحسن من موقعها ولا يزال من المتوقع أن تبقى القوى التقليدية في البرلمان الأوروبي وهي حزب الشعب الأوروبي، اليمين الوسط والاشتراكيون والديموقراتيون ذو الميول اليسارية ومجموعة تجديد أوروبا الوسطية الليبرالية في الطليعة رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين المرشحة لولاية ثانية في منصبها والمنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي اليميني وهو الكتلة الرئيسية في البرلمان استبعدت التعاون مع مجموعة الهوية والديموقراطية والمتهمة بأنها حليفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير أنها تركت المجال مفتوحا أمام إقامة تحالفات مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بقيادة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والتي تضم أحزابا يمينية متطرفة مثل حزب فوكس الأسباني وحزب الاسترداد الذي يتزعمه الفرنسي إيريك زامور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اعتبرت أن الانتخابات الأوروبية يمكن أن تشكل نقطة تحول بفوز أحزاب اليمين المتطرف ورئيسة الوزراء الإيطالية هي زعيمة لكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين إحدى المجموعتين اليمينيتين المتطرفتين في البرلمان الأوروبي أما المجموعة الأخرى فهي كتلة الهوية والديمقراطية والتي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي بزعامة ماريد لوبانوة حزب الرابط الإيطالي الذي يتزعمهم ماتيو سالفيني حليف ميلوني هكذا يتضح أن انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام تختلف عن سابقتها في العديد من الجوانب والتي لربما تغير من توجهات وقرارات البرلمان في بعض القضايا التي تهم أوروبا والأوروبيين